السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل فاتي وحبيبي وكل المحبين وصفات رهيبة مع رشا. اخبركم ايه امرات يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. لو اول مرة تشوفيني يا قلبي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتاخد جولة كده على قائم التشغيل. هتلاقي هناك عشر ملفات. هم ما فيهم عشان ما تفرهض نيش. هتلاقي ملف التعليم المنظفات وملف التنظيفات البيت. وكمان ملف للشعر والبشرة والتخصيص. ملف فيه منتجات الصيدلية الرخيصة. وملف كمان يأمر لطرق ازالة الشعر. في حاجات تانية بقى بس. تمام كده يا غالية? تمام كده. هنصلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونتكلم على الوصفة بتاعت النهارة. عملنا تركيبة صابون. ما حصلتش ولا هتحصل تاني على اليوتيوب. حاجة كده روا. لو ما شفتهاش بليز عشان خطري شو فيها. لانك مجرد ما تشوف فيها تحس انت قبل كده ما كنتش بتعملي صابون. يعني كل اللي فتحة مادة. والصابيحة مادة تانية خورة. هتغضيها تحطيها في شوية ماء تدعاكي بها الصراميك امر. تعملي بها سجات امر. ستاير امرين. بتجاز. حلل. كل حاجة ممكن تتخيليها تبقى ايديك ورجلك حرفية. حطيك فيها كده شوية مكونات. حاجة عظمة. حرفيا. حرفيا. اقوى صابونة نزلت على اليوتيوب لحد بدا. الى ان يظهر حد يفجر لنا كنبلة جديدة. تمام كده. تمام كده. النهاردة بقى هنقول على تركة حلوة في الصابون الساي اه سوري في الصابون البلدي. هتخليه يتصلب معنا بسرعة. وخصوصا ان احنا في كتير عندنا مش بيحب حتة الصابون يا راشا ما نشفشي. طب الصابون بقى له ساحتين. طب الصابون بقى له يومين. ده الصابون مش عاوز ينشف. طب ارفعه على البتوغاز. لأ. ده انا هطلق مكون. المكون ده هيقلب لك الصابون رأسا علاعة. هتلاقيه نشف معاك وبقى حجرة. تمام كده? تمام. اول حاجة عوزاها ميا. ميا بتحط مقدار قليل جدا جدا جدا. مش فرح ابن العمدة. عشان قدام فيه سوايل هنحطها. تمام? هنحطوا قدامهم معلقتين من البتوغاز. بيبقى بالمنظر ده كده. قشور. بتسموه الطاص او خطرونة او هيدروكتوديوم او بوشارك. او حجر تسليف المداري. ورغم من كده تلاقي التعليقات جاية هو ايه الابيض? ايه الابيض اللي انت حطيتي ده يا رشان? تمام يا غالية. بسم الله. لأ ما انت ما تقعش على ايدي بقى مش هنهرج يعني. ده انا ما فيش اللا ايد. واحد. استنى انزل القشرتين دول يا بنتي. ننزلوا يا ولاد اللي تحرقوني. انا غلبان. حط التانية. بسم الله. ستانية اوشا. اهد تانية. نتلو تقليبة. سريعا سريعا. ايدك ما تتشلش منه الا لما يكون كله ديب. مش مسلا خلاص رميتيه في المية واقع على المفرش بقى. احرق المفرش. مش معنى ان انت هتلقتيه في المية انك انت تشير ايدك من عليه. ولو حطيه تحت مفرش كده او حاجة شليه لان ممكن السخنية اللي انت شافها دي تحرق لك المفرش او حك. قلتلك قبل كده يفضل ان المية اللي انت هتحطيه فيها تكون نحطها في الفريزل شوية. علشان ما يطلحش على سدرك اب خيرا. ويا سلام بقى لوميا مكان عصير لمون عصير اشر برتقان. علمتكم ازا تعملو اشر برتقان بطريقة سحرية كده الكلام ده. تمام? انا بس عشان طلحت لكم صدفة بالطريقة دي الصراحة. فقلت ايه? اعملها لكم. بص كده حبيبة قلبي هنعمل مع بعض شوية صابون امر جدا. الصابون ده انا كنت عاملان نفس جتي للحق. حاجة كده عظمة وتصلب معانا في اربح ساعات فقط لا غير. زي ما انت شايفة قدامك كده بص الملمس بتاعه ناعم كده حرير. وفي نفس الوقت هيتصلب ويبقى معاكي قوي جدا في اربح ساعات فقط. بدل معمل الصابون واركنه يوم واثنين وتلاتة. لأ مكون عسل جدا هنحطه. بصي هيخليلك ملمسه ناعم. وفي نفس الوقت هيخلولك يتصلب بسلعة. المكون ده يا امر هو زي ما قلت لك كده بيخلي الصابون يتصلب بس هو في الاساس احنا بنستخدمه علشان خاطر انك انت بيديك زي كده نعومة ليدك. وفي نفس الوقت لو انا هستخدمه مسلا اخسر موعين او حاجة ايدي ما تنشافش. وفي نفس الوقت لو انا هقضو حوله البرسيل يحتبر معي زي مناعم للاقمشة. طب المكون ده ايه ولا ايه قصته? هقول لك الحكاية. صاحب الفكرة في الموضوع دوت والمعلاقة اللي احنا هنحطها دلوقتي عشان ناحتي كل زي حقا حقه هو الشيف غادة خريوش. غادة خريوش طبعا كلنا عارفينها غنية عن التعريف حد كده ما شاء الله يعني نمبر ون في صناعة الصابون. آآ بتدي كورسات وتعليم وعمل قلبان جامد وكانت صاحبة اللي هو برنامج مطبخ اللي كان بيجي في رمضان وحد كده عالمي جدا يعني مجرد ما تدخل بس جوجل اكتبي كده غادة خريوش ما شاء الله حاجة كده في عالم الصابون يعني حاجة كده كمت الامر. فكانت عاملة وصفة اللي هو صابون بقى للبشرة والكلام ده. فقالت هنحط فيه معلقة. المعلقة دي هتديك ترتيب وهتديك نعومة لأيدك اللي هو زي كبديل مسلا للجليسرين. المهم جيت قلت طب ما حلو جدا تم الواحد يعمل الطريقة دي بحيس مسلا لو هتخسلي بالصابون الدوت موعين ولا حاجة يديك برضو نعومة على ايدك. قلت طب ما وصفة حلوة جدا بدل ما احنا نعمله اه ماشي هنسمح كلامها وناخده كمرتب وا 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 وا. طب ما ناخده ان هو برضو حاجة بتنشف معانا الصابون. هناخد بقى كباية من الزيت. نفتح الازازة كده. بسم الله. هجيب بقى طبق وزمان البطاس دي دلوقتي هجيب طبق وهي نشتغل بي. السابون ده عظمة. عظمة. هجيب طبق وارجع لكم. بص كده نور عيني. استنيت شوية بقى لما البطاس دي كان لسه سخن صراحة. كباية من الزيت. قلنا كل اوه. عايز اقول لك الحتة دي ضروري جدا. اختلك امبرح كل ما كان الزيت مستعمل. كل ما كان الزيت قديم ومركون عندك. مش مجرد مستعمل بس كمان كل ما كان مركون عندك. كل ما تصابون اتصلبت معاك بسرعة. الحتة دي ردا على سؤال انا قلت لك انا وعدتك ان اطلقت معلمة في عمايل الصابون. فكل ما هيجيدي تركة في الصابون هتلاقيني حرفيا طلع اقول هلا. لحق مجاسيبك الا لما تفتحي قناوة نفسينا. انا عاوزة قناوات منظفات يا جماعة تيم لليوتيوب. بس التركة دي. فمسلا ممكن تيجي واحدة دلوقتي قاعدة بتعمل معي صابون. شافت الفيديو وراحت اي ممصورة جايب بكوباية زيت. وراحت ايه? عملت نفس الخطوات بتاعتي بالملة. يعني اشتغلت فيديو كده وتحط وتحط وتحط. فانا مسلا جيت عملت الصابونة فاقولت الصابونة دي يا جماعة خدت مني يوم ونص بالزبط على ما تصبقت. تمام? راحت جات هي عملتها لقت. ده يومين تلاتة والصابونة مش عايزة تتصلب. ايه ده بقى الفيلم ده? تمشمع نراشا كزا كزا وانا بتاعتي قاعدة المدة دي ما تصلبتش. ما انا جايب بل بتصفرش زي ما بتقول وعملته بيوم ومش ماركون ولا على رتوبة ولا 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 ولا. قلت لك تركتين مهمتين مهمين جدا تخلي بالك منه. رقم واحد التقليب وده عليه عامل حلو جدا انك انت لو قلبت اكتر ده هيخلي الصابونة تصلب معاك اكتر عشان كده ما تقوليش اصلا لا عملت بنفس طريقة فلانة بس بتاعي ما تصلبش او بتاع فلانة تصلب بسرعة علشان حتة التقليب دي رقم واحد. رقم اتنين الزيت اللي انت شغالة بيه لو كان زيت جديد زي ما انت شايفك كده لا ده يغلبك على ما يتصبب. اما لو زيت مستعمل مستعمل بيبقى تقيل جدا والمركون كمان بيبقى تقيل جدا. فالحتة دي برضو عاوزهاك تخلي بالك منها. قد اكون مسلا انا دلوقتي شغالة بزيت مستعمل ومركون بقى له ميت سنة. ابوصة لايه تصبن مازيك انت تعمليه? لا ما تصبنش. ده بقى له يومين اهو مش عاوضت تصبن. بعملت عليها فانت برضو عارفت تركة دي عشان تعرفي فين اخطائك في الصبون. طيب ايه بقى المكون اللي قالت لنا عليه غادة خريوش. قصي قلبي. غادة خريوش دي زي ما قلت لك شيف كده اصلا بتدي دورات في اسموعة الصبون بتاع البشرة والكلام ده وفي الشمع. فعملت ميكس حلو قوي قالت ان احنا لما نحط الشمع. طبعا انا انا بشامعة. انا عاملة خمسين فيديو في شامعة على اليوتيوب. انا خلاص هيسبوني راشا شامعة. فا الاول ما لقيت حاجة فيها شامعة على طول قلت افرق عليها. مهم فبتقول ان هي ان كنت لما تيجي تعملي صبون بقى الايدك والكلام ده. حط عليه شوية من الشمع. فهيديك كده زي ملمس طاري بقى لما تيجي تخسلي بيه ايدك لان زي ما انتم عارفين الشمع احنا بنحوله الفيزلين. فبيبقى طبعا ترتيب ونعومة للايد. فهي ما شاء الله عليها يعني نصحة شوية. فقالت لك ان كنت لما تغدي بقى تخوتي مسلا في الصبون اللي بتستخدمي لايدك. فهيديك رتوبة حلوة جدا. تمام? وفي نفس الوقت ملمس ناعم لان زي ما قلت لك ده يحتبر زي كده او بمعنى اصحة. تمام كده? تمام كده. فقلت طب خلاص حلوة اول. ناخدها. نعمل زي ما هي عملت. ونحطه على الصبون اللي هو كل بطوص دوت. تمام? بحيس اجي اخسل بما واعين يدين رتوبة زي ما حاجت لهو كده لايدي تنعيم لايدي. ولو للغسير منعم للاكمشة. وتبقى حياة كده جميلة صفتة على الملبس. قلت لأ طبعا لازم ايه? افيد اخواتي وما استفدش من الامر ده لوحتي. فبعد ما عملت النفس يا هو والله حاجات عظمة. قلت اطلع برضو فاتكم معي. عملت ايه بقى? بتقولك ان كنت على كل قباية من الزيت بتحطي ربع من الشمعة. يعني الشمعة هي اسنها بلا كده مع بعض تلعب بينها ربحتاشر سنتي ولا سبع سنتي. كانت كامل نبي مفاكرة. اه كانت ربحتاشر سنتي. هناخد بس منها حدود تلاتة سنتي. هناخد منها بس في حدود مسلا تلاتة سنتي كده حتة صغيرة قد دي. ونحطها هنا. طبعا لو انا حطيتها بالمنظر ده مش هتسيح لازم تتعرض لحرارة. فهاخدها حطها في طبق او في اي حاجة تسيح بس معي واجي احديفها هنا. تمام? كده فهمت الحركة بتاعتها عملتها ازاي? دي هتتصلب معك بسرعة. هتديك نغومة منعم للاقمشة بدا ما تروح تجيبي كنفورت والجو ده. تمام? هسيحها وارجع لك. ربع الشامعة فقط اللي هسيحه. سيحتها يا حبايب قلبي. تمام كده? هاخد بس المعلقة مكان اللي كانت في طبق البطوص دي سواني كده. عشان بس اقول لك بالمعالق هي قد ايه بالزبط بالمعالق? يعني بصي حتى الربع الشامعة على ما سيحته اللي هو يعني معلقة مسح مش معلقة ملانة كمان. تمام? اهو. هنزل بقى بسرعة لاني زي ما انت شافة كل ما سيبها زي ايه? عايزة تعمل نفسها شامعة تاني وتستحبل يعني. هننزل بسرعة هنا قبل ما تمسك في بعضها. ونديها لأ انت هنهزر بقى وما انا كنت بسياحك ليه? بس بقى ما شاء الله. اللي هو اصلا مجرد ما انت منزلاها اللي هي بتصبب معك في نفس تلك كذلك اللحظة. هننزل بقى عليها بالبطوص. البطوص طبعا زيكون برد سيما احنا متعودين. هنقلب بقى المكونات دي كويس جدا نستني النزل ده. بصوا جمت في سانية عشان كده. لازم تشتغلي بقى طول. تخيلي بقى انت بصي متخيلة منظر اللي انت شوفته قدامك ده. تخيلي ده بقى كده لما انت تجد تحطيه على الصابون. اللي هو يتصبب معيك في نفس تلك كذلك اللحظة. بصي. ففعلا بقى مانا. لا معلقة سحرية امر هتصلب لك الدنيا في سانية. تمام كده. تمام كده. طبعا كل اللي لسه مكتل ده هيسيح مننا دلوقتي مع كتر التقليل. بمناسبة بقى الشمع والكلام دوت. احنا عاملين هنا على القناة امراتي اللي هو الشمع الملون او الشمع المعطر. حاجة كده فواحة امر معمول بطريقتين على القناة. لو انت عاوزة طريقة الشمع المعطر اكتبيه لي تحت في التعليقات ابع تقولك يا امرتي. هو كده عاوز مضرب اوشوكة علشان خاطر يدوب. انا بقى لما جيت عملت الاولان دان جيت الحق كنت عاملة ازاي? ان انا جبت الزيت حطيته على النار وروح ترميت في الشمع. سيبته دقيقة ودقتين كده واشتغلت به. فكانت الفكرة دي احسن. تمام? انا قلت اقرب دي قدامكم بس ايه اللي هو رح يصب من هناك كده بسرعة. فانت لو انت بقى عايزة تعمليه صح? حط الزيت على النار. وحط ارمي فيه حتة الشم وبعد كده اطفيه واسيبيه بقى عندك هندبلندر بتضربه فيه هيبقى زي الفل او خلاط هيبقى زي الفل ما عنديش ده وما عنديش ده. ارفعي على حمام بخار كده سنة بس بعيد كده. يعني حطيك كده ده في قلب صانية مية سخنة دقيقة واحدة هتلاقيه بقى معاك زي الفل. تمام? بصي اهو. اه انا مبسوطة ان حصلت الحركة دي. مش ان انا عملته انا لما جيت هنا عملته قلت لكم ده حطيت الزيت على النار وحطيت فيه الشمعية الصراحة وبعد كده طفيت واسبتوا دقيقة واشتغلت وطلع معي العاجمية الامر ده. بس برضو انا بحب من النوع اللي بحب لأ اجرب كل الحاجات عشان اختار ايه افضل طريقة. نص معلقة من ملح الطعام. نص معلقة صغيرة من الكربوناتو. معلقة من السكر. سكر عشان يعلل رغوة. ملح عشان خاطر تطلع الصابونة صلبة. كربوناتو نضافة اكتر. تمام كده يا غاليين. هنجيهم التقليبة. زي ما قلت لك قبل كده يعني اغلطي وتعلمي هتبقى استاذة. مفيش حد فينا اتولد لأ كان يعني مولود مسك صابونة. كلنا غلطنا عما تعلمنا. فانتي لو انت عملتيه بالطريقة اللي انا عملتها دي. ممكن تحطيه على حمام بخار او تحطيه زي ما قلت لك تعمليه بالليهند بلندر. طبعا بقتي ما تعملوش كده انت خطيه نص شمعية او حتة الربع الشمعية ده على الزيت عمنار دقيقة واحدة كده وبعد كده بقى هاتيه اشتغل فيه عادي كده. بس برضو ما تشتغلش بالزيت سخن هتفبر عليه كده سيكة كده لحد لما يهدى شوية. تمام كده يا امراتي تمام كده. كل ما نقلب كل ما هيدقل معنا كل ما هيدصل. عايزة بقى تنزلي هنا بشوية مية اكسجين اشتا جدا يديكي نظافة ويديكي امر وحاجة كده عسل العسلات. عايزة تنزلي هنا بصابونة كبريت زي ما احنا نزلنا. هيطلع معاك جميل وحاجة كده يعني بصي عجمية. عايزة تنزلي بالتنين برضو زي ما احنا نزلنا احنا نزلنا كتير قوي. زهرا ببيضة وانزلنا كله نزلنا. عايزة تنزلي بشوية اه لو ما صالح لسينا محمد زهرا ببيضة او سابونة كبريت او اكسجين كل ده برضو اللي هيجبك. تمام? هتديله تقليب كده دقتين وبعد كده بقى هجيب بقى المكونات ونشوف هنعمل ايه. قبل ما قلب هنا عايز اقول لك الكلمة تين طبعا قلت لكم ان كنتوا تشتغلوا بودرة كابريت لو عايز انا اضافة اكتر. فجيكوا قتع القناة في الدول العربية قالوا يا راشا انا مش عارفين نوصل لبودرة الكابريت. قلت لك يا غالية في الحل ده انك انت هنا تعامل بصابونة كابريت. انك انت بتروحي الصيدلية طبعا في الدول العربية وفي كل الدنيا. هنا في مصر لو حتى ان انت في محافظات او في رياف او في حتة بعيدة وما عندكيش بودرة كابريت هتجيبي صابون كابريت عادي جدا زي ده كده. تمام? بتفتح الصابونة دي. وتبشرها ناعم جدا وبترميها هنا. دي كده التغنيكة عن بودرة الكابريت. تمام كده يا غالية? فانا مسلا جدت انا عاملة صابون الكابريت هنا معاكم على القناة. هاخد حتة اللي هو زي الحتة دي بس كده هوت هبشرها بحيث تبقى ربع الصابونة. اللي هو اصلا لان دي زي ما انت شايفة اصلا قلت لك الصابونة بتاعتنا. قد اللي احنا هنشتريها من بره تلات اربع مرات عشان كده بولك اعملها في البطء اوفار لك. هبشرها واجبها لك هنا نحطها. بص يا غالية عشان حصل دلوقتي مشكلة. احد يصور وبعد كده راح يبقى فصل شحن وفي الاخر جيتها فتاحه للأسف طلعت الحتة اللي انا صورتها ما تسجريتش. تمام? اول مرة يحصل معايا كده. الحمد لله على كل حالة. مهم كدت انا بشرت حتة الصابون وحطتها هنا حتى لسه علاماتها موجودة هي. وقدتها التقليبة. تمام? بتبشوري حتة لو ربع صابونة. انت بقى لو هتجيبي صابون جاهز من بره بتبشور الصابونة كاملة. وبتحطها هنا كده وبيتقلبها. عايز اقولك ان الصابونة بتاعتنا احسن من بتاع ببرا لان احنا حطين فيها كمية كابريت محترمة. بتاع ببرا اصلا حطت فيها حاجات بسيطة لان هي تحتبر صابونة كابريت للبشرة. طبعا بقى لو واحدة جديدة تقولك تاب انت يا روش اللي حطت الخطوة بتاعة ربع صابونة كابريت او صابونة كابريت نحطها هنا. يا غالية حلوة جدا لتلميع السراميك. لو انت هتخسلي مسلا هدوم بيضة مسفرية منك. او جواكت مسلا عليها كانت واحدة قريب بتقولي يا روش انا عندي كمية جواكت السستة عاملة فيها زي صدق. هتشيل منك الصدق او اي بقع موجودة في اللبس. علوة بقى حلوة لتلميع السراميك روخامل بتغاز الشفات حاجة كده روح. تمام? فانت تبشوري بقى صابونة كاملة وتحطيها هنا. انا بشرت ربع لان زي ما قلت لكم الربع بتاعنا ايه? مقلبس كده وابن ناس. هتدي له التقليبة. ممكن بقى تيجي واحدة مسلا بعد ما نقلب طبعا وقوم يتقل. تقولك يا روش انا هقف كده حلو جدا. صابونة كابريتما هي حلوة تديني نضافة اكتر وكربونة حلوة جو ده. لا يا قلبي. احنا عايزين نزود الرغبة وعايزين برضو نزود النضافة قدامك اختياري. لا تحطي لي معلقة من الصابون السايل المرقز معلقة معلقتين من تجيبي كسفرة بغني ده تحطي هنا. مفيش مشكلة. تمام? او لو انت عاملة في البيت حطي معلقة معلقتين. او زخمة شوية. وفي نفس الوقت يا قلبي هاديكي نضافة ويعلم معاكي مين النضافة ومن الرغبة. هجيب بقى معلقة من المسحوق البودر وارجع لكم داني يا امراضي. بصوا بقى يا جماعة عملوا ايه? بصوا. بقى لي كم يوم? عملوا لكم باقي حلوة بخمسة جنيه وكلت دماغكم. شفتوا? خلوه بعشرة جنيه. شفتوا بقى? دي جازات ان حد يطلع يعمل روفيو عن شركة ويقول ان منتج حلو. اوى الله العظيم. طوبة. طوبة. شفتوا? بقى لي مت سنة اقول لكم حلو وكمية ويقضيكي خمس سنين فاكرين كل الكلام ده? محدش يجيب باهي. وحش جدا جدا جدا. هناخد منه معلقة. استني كده عشان نزبط الاداء. بس اشتا جدا. معلقة معلقتين طبعا زمان تعايزة لو كترت اكتر من كده ما فيش مشكلة يديكي نضافة ورغبة اكتر. وكل طبعا ما انت عمدتي يديكي تصلب اكتر رغوة اكتر نضافة اكتر ريحة اكتر. شفتي ما شاء الله الناس عندها سرعة اداء ازاي? نقول البتاع حلو مبارح. النهاردة نبص ان لقيه بقى بعشرة جنيه. من غلة سحر ولا شعو. البتاع زي الزفت. يا جماعة انا موجهة النداء لشركة باهي المنتج زي الزفت يا جماعة. وغالي على الفادي وعشرة جنيه اللي هنجيبها في كيس اصلا مولود. ما حدش يجيب بها يا جماعة تاني لو سمحتم من فضلكم. والله العظيم كان ابو خمسة جنيه ده زي ما وردت لكم كل ما يعني كنت عملت بي كزا وصفة فعلا. كان كيس كده عظمة. وانا اصلا حسنا ان الكيس ابو خمسة لو انتوا فاكرين كشتورة يسالي كان اكبر من ابو عشر اللي عايشين ده الدور ده. يلا بقى يعني يا جاتعة لده. هنقلب بقى كويس. تمام? وكده خلاص بقى اشتقوي اهو. تمام? بعشاء بعشاء. ان انا اعمل صابون ويكون في النقاط دي. انتي اصلا لو انت قلبتي قوي جدا كده او بمضرب او بحاجة هتروح. لأ انا بتعمد اسيبها. لان الصابونة بصوا. لما تيجي تتصب معاك بعد كده بتديكي نقط امر كده. تلقى نقطة الوالف. هصبه في الاوالف وارجع لكم تاني امرات. صبتوا كده حبيبي ازا ما انتم شايفين. تلعوا معانا تلاتة. هاخدوا بقى اركنوا كم ساعة. قلت لك يا دوب اربح ساعات خمس ساعات بالكتير قوي. هتلاقيت صب معاك وبقى زي الحجر. هاركنوا شوية وارجع لكم تاني امرات وارجعوا شكله اعمل ازاي. لايقاب بقى بالله عليكم. وارجحت لكم تاني يا حبيب قلبي. بعد ما عدى في حدود. يعني بالكتير قوي خمس ساعات. والصبون معانا تصلب وبقى زي الفطل. زي ما انت شايفة ما المسها مشاء الله طحفة جدا. وفي نفس الوقت بصي ما كملناش خمس ساعات. انت متخيلة روعة. حاجة بجد جميلة. بقى زي الحجرة معانا. الطريقة حلوة جدا وزي ما قلت لك انا ما يهمنيش ان هو يتصلب بسرعة على قد ما يهمني ان هو تبقى حاجة من المسها حلوة على ايدي خصوصا ان احنا في الشتاء عايزين حاجة تكون طرية. وكده كده اصلا سواء تصلب بسرعة او ما تصلبش بسرعة زي ما احنا عارفين ان لازم نركنه اربعتاشر يوم لحد لما مفهول البطاس يروح منه تماما. بس هي معلقة فعلا تحفق. هتخليه تصلب معاك بسرعة. وفي نفس الوقت يا غادية هتديكي زي ترتيب. هتديكي نعمل الاقمشة كل اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو. حاجة شغل فاخر من الاخر اهو. اتمنى جرى بيها يا امر. ما تنسيش اللايك اختم الفيديو بالصراع عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.